حماس معلش أستاذ أحمد يعني هان حماس أنا ليش عرفت المقاومة حصى موثيق الدولية لأنه في نظري أنه ما تقوم بيا حماس ليس مقاومة هذه ليست حركة مقاومة حماس ممكن أعرفها بأسوأ يعني الكلمات يعني حماس هي مجموعة في نظري أنا من وجهة نظري ونعرف هذا الكلام يعني لن يروخ للكثيرين هي مجموعة من المرتزقة والمرتهنة بأجندة أخرى خارجية ما لها علاقة بفلسطين أو تحرير فلسطين وفي ممارسات لحماس تؤكد ما أقوله إذا بتحب ممكن أضيف معنا جايين يعني دي بداية للسؤال حتى أترك المجال للأستاذ أحمد طيب خلينا هل توافق أستاذ ناصر أستاذ ناصر بيقول أن حماس ليست مقاومة هي مجموعة مرتزقة ولو ما كانتش هي كده من وجهة نظرك هل استطعت حماس أن تقوم بعملية إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض تحية أستاذ زندوح شكرا لإلك شكرا للزمين الناصر فعلا موضوع تعريف المقاومة فعلا هذا الشيء هام جدا واللي يجب التطرق لأله لأنه نحن اليوم في حرب مصطلحات وحرب يعني بصراحة كلمات واختيار الكلمة المناسبة والمسمى الصحيح ما يحدث في غزة هو مقاومة اتفقنا أم اختلفنا عليها هي مقاومة مدام يوجد احتلال على الأرض مدام لا يوجد حل سياسي مدام لا يوجد أفق لأي تحرك للوضع الكارثي الموجود إذن المقاومة هي من حق كل شعب أو كل مجموعة عرقية وقعت تحت ظلم ما ولا يوجد أفق لحل وتبقي المسائل وتبقي الشعوب متروكة يعني إلى خياراتها ولا تواجه مصيرة كما يقال يعني فبالتالي يا سيد الكريم الشكل العام الشكل القانوني الشكل الوضع الذي يحدث ليس فقط في غزة وأيضا في الضفة وفي أي منطقة يوجد بها احتلال ولا يوجد حل سياسي ولا يوجد توافق دولي ولا يوجد أفق فبالتالي المقاومة مشروعة ولكن متى تصبح غير مشروعة عندما تستهدف المدنيين تحديدا عندما تقوم باستهداف المدنيين تتحول إلى عبل إرهابي وليس إرهابي بالمعنى المطلق أما عندما يتم استهداف مجموعة من العسكريين ضمن عمليات معينة ويذهب أحيانا ضحايا مدنيين فهنا تبقى ضمن مصطلح المقاومة فبالتالي ما تقوم به حماس هو شكل من أشكال المقاومة أما ارتهانها السياسي ومشاريعها الخارج هذا شيء آخر أعتقد سنأتي عليه في سياق حديثنا اليوم ولكن هناك ممثل للشعب الفلسطيني هذه السلطة الفلسطينية القرار بتاع المقاومة ده كان قرار أحادي السلطة الفلسطينية سيد الكريم ليس لها حدود ليس لها أرض فبالتالي حتى هذه السلطة هي فعليا بشكلها بشكلها خلينا نقول القانوني هي غير قانونية فبالتالي هي لا تعبر بالمعنى الحقيقي عن كامل الشعب الفلسطيني ليس ذنبها ولكن ذنب المجتمع الدولي الذي أصلا لم يسوق المنطقة إلى حل دول ما فبالتالي المقاومة المقاومة مشروعة ولكن ضمن ضوابط معينة ضمن أساسيات أخلاقية ومع الأسف الشديد كل التعريفات التي تفضلت فيها هي صحيحة ولكن هل تطبق؟ هل كما تفضلت يطبق منك؟ لا يطبق منها شيء وحتى لو كانت ضمن القانون كاملا لا يطبق شيء من كل هذه النقاط فبالتالي لا إن كانت مطابقة من مبدأ أخلاقي هناك إساءة لفهم ما قلته أنا يبدو ولا من مبدأ ديني ولا من أي مبدأ إذن بالتالي هي مبدأ من حق أوضح أنتوا يبدو فهمتوني غلط أنا لما عرفت المقاومة يعني قصدت أنه لا يوجد إنسان عاقل في الدنيا لا يؤمن بحق المقاومة المشروع كما عرفتها الموثيق والمعادات الدولية إحنا مش خارج هذا العالم شيئنا ما بينه اللي بتضبط هذا العالم هذه القوانين تنفذ ما تنفذش موضوع آخر قالت فيه قرارات كتير صدرت عن جميع العامة الأمم المتحدة أو حتى عن محكمة العدل الدولية ولم تنفذ لكن في نهاية هذه القوانين وبالدليل إنه نفس حماس الآن كل ما بتشعر إنه الخناق ضاق عليها بتصير تناشد المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إذن هي يعني داخلها الإطار شاهدة ما أبت يعني ليش بتناشده من زهيلات تعترف بيها حماس يعني بتحب لا تفضل أنا مش ضد المقاومة أنا مع المقاومة قلبا وقالبا ولكن ليست مقاومة حماس هذا هو اللي حاب أوضعه الناس عندها في خلط في الفهم يعني اختزلوا المقاومة في حماس وهذا القطأ الفادح وكل إنسان معادل حماس صار يوصف بأنه هو ضد المقاومة وإنسان متصاهين وجبان وضد حركات التحر وهذا شيء غير صحيح بالمطلق أنا قصدت أنا مع المقاومة اللي شرعت الأمم المتحدة لأنه نحن في نهاية جزء من هذا العالم يعني أنت شاف لو كانت المقاومة صدرة من منظمة التحرير الفلسطينية بالاتفاق مع كل طواقف الشعب دي كانت تبقى مقاومة ولابد كانت دي هتكون معلنة مش منظمة تحرير ليش لاختزال المقاومة في حركة حماس لأنه هو المنظمة هي الممثل للشرع أمام المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني لا ما بديش حضط الأمور عشان بس الفكرة ما ضعش هأكد لك مرة تانا أنه ما يحدث ليس مقاومة باسم الشعب هي مقاومة بين فرستين باسمه فصير باسم الأفصائل ليش كل يوم التاني بتطلع عنينا قناة الجزيرة بمشهد مثلا لصرية القدس بتقوم بعملية ما ضد مثلا اعتداء إسرائيلي كتائب القسام بتقوم بعملية ما أو بترمي قضائف الهون ما بعرفش إذا هذه المشاهد صحيحة ولا هي مركبة ولا مبالغ فيها هذا موضوع آخر باسم كتائب القسام إذن هان انت إذا ولائك للشعب وعندك مرجعية للمقاومة ليش انت بتركز على اسم الفصيل يعني ليش بتخط لي اسم فصيل على مثلا ما قمت به من عمل مسلح ليش هان أصبح إذن أنا لازم أفهم ولائك هان للفصيل البتالي الفصيل هذا ولائه لدولة ما أو لدول إقليمية ما اللي بتقوم بالتمويل إذن ولا أهان بعيد جدا عن أهداف الشعب ترجمة نانسي قنقر